عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ومن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم رواه مسلم في جهنم ماذا هل أماكن؟ عاني؟ عاني أدش هل أماكن؟ الحين أنا والناس بمقام واحد ومكان واحد عادي بشدع ولا واقم اللي هني هاميني والله مشكلة إذا شافني أحد يعرف ميني لا يكون عبال إني أنا مطيح أربعين شين ساعة هني هل أماكن الرديئة؟ دجداشة شتوية ونعام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت النار والجنة فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين فقال الله عز وجل لهذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها رواه البخاري أرحم بك من أشاء وقالهم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال رواه الترمذي سأصرف عن آياتي والذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين